اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 27 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحاً منطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا طبعاً اليوم الآن رح نذكر الزوايا البطيئة في زاوية بدأت تأثيراتها ولكن رح تبدأ بقوة هي كان لها تأثيرات من خمس أيام ولكن اليوم بدأت التأثيرات المباشرة لهذه الزاوية اللي هي زاوية الاقتران السلبية ما بين الشمس وما بين زحل واللي رح تستمر من اليوم خمسة عشر اتنين لغاية يوم واحد وعشرين اتنين ذروتها يوم ستة عشر اتنين الساعة اتناش وثلاث دقائق بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل يعني ثلاث دقائق هاي زاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها لبذل الجهد والتصميم والارادة لتجاوزها يعني ما تعتمدوا على الحضوض نهائياً اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها ساعة ثنتين وست دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء ورح يستمر تأثيرها لغاية عصر يوم الاربعاء تخلق لدينا شعور بالملل منعي عمر روتيني فمن يكون بحاجة للهدوء وتحلي بالصبر في اي مساء من يقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون ما بين الزهرة ونبتون طبعاً هاي ذكرناها من يوم 14-2 ونذكرها طبعاً اليوم ذروتها وهي مستمرة بتأثيرات لغاية يوم 17-2 طبعاً ذروتها ساعة 12.25 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها الساعة 7 وخمس دقائق مساء من مساء اليوم الأربعة بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية صباح يوم الخميس بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبية اللي ما بين القمر وما بين الزهرة واللي دروتها الساعة 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش واللي برضو تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر اللي هو عصر اليوم الأربعة وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس فأكثر المتضررين من هاي زاوية هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري وأيضا عنا اللي هو عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل رغم أنه يعني الزاوية إيجابية اللي موجودة ذكرناها ما بين الزهرة وما بين نبتون إلا أنه شوي ما بدها مبالغات في التجميل ولكن بظل فترة جيدة للتجميل يعني أنا بالنسبة لأيلي لو عندي عملية تجميل جراحية بأجلها عن هذا اليوم ولكن عملية الحقل وتنظيف البشرة والأمور هاي بعملها ما عندي أي مشكلة يصلح هذا اليوم لإزالة شعر الزائد يصلح لقص شعر التجميل والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس 16-2 بيبدأ خلو المسار الساعة 51 دقائق فجرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام ساعة 12 منتصف الليل بيصير نسبة الإضاءة 30 في المية يعني من يوم الأربعاء على الخميس منتصف ليل الأربعاء للخميس بيصير نسبة الإضاءة 30 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 هي منتحسة الآن بنسبة 25 في المية في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 10 في المية القمر في القوس حتى يوم 16-2 سعيد الآن بنسبة 15 في المية في ساعات الفجر بيصير منتحس بنسبة 40 في المية ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 60 في المية في ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة 50 في المية أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% عطارت في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 2-2 منتحس بنسبة 5% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوبة حباكم معكم بتستعيدوا حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة فكرة جديدة يعني فيه أشياء إيجابية بتطلقوا إشارة أو خبر ممتاز برضو اليوم بتكون الفترة هاي نشطة جداً وبتشكل لكم حتى للانطلاق بورشة جديدة أو تعزيز علاقات بعد موليد برج الحمل ممكن اتصالات بعيدة أو مع أجانب أو أمور إلها علاقة بالسفر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع حاولوا انكم تحسنوا أداءكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط لبعض الأمور حذروا من المواقف المتصلبة ما تكون قاسي وعنيد وتتزمت برأيك وما تهمل واجباتك أهم مش انك تهتم بالمسائل المالية وممكن تهتم بقرض بنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وعلاقاتكم مع أزواجكم مثلا بالفترة هاي أهم شي انكم تتجنبوا الغضب والانفعال ما تخلي أي شخص يستفزك خلال هذا اليوم القمر موجود مقابلك في طاقتك ضعيفة ممكن تخطئ أو تعصب بسهولة فبدك تحمي سمعتك ما تشوها ممكن يكون عندك امتحان فعشان هيك هذا الامتحان ممكن يكون امتحان لعمل شيء معين فبدك تجتهد بالزيادة عشان تقدر تحصل على النتائج الإيجابية وتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في البيت السادس يعني تركيز على العمل على الصحة أكثر شيء رح يكون خلال هذا اليوم انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم راحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم ما تدعوا أحد يثير انفعالكم أو غضبكم نضم وقتكم بشكل جيد التزاما منكم بالواجبات والمسؤوليات احتراما منكم أيضا للمواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لكم اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا وترتفع المعنويات بشكل قوي جدا بدك تكون أكثر مرونة يعني بالتعامل معي الأحبة ممكن اليوم تهتم بهواية أو بشيء العلاقة بالتجميل أو ممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش عندك العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم فالاهتمام كله رح يكون بالبيت والعائلة خلال هذا اليوم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندكم الضغوط والمتاعب ممكن تظهر بعض المشاكل أو سوء التفاهم العائلي أو شيء العلاقة بالعقارات تعتبر هاي فترة فيها توتر على صعيد شخصي أو عائلي حاضروا الخلافات والمشاعر السلبية ممكن يتعاكسك الظروف أو تسبب لك بعض الإرباك فهذا ضبط الأعصاب مطلوب برج الميزان بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن لأن القمر منتحس ما تعتمدوا كثير على الحضوط بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران بناسبكم تكثيف تحركاتكم وممكن تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هذه فترة إيجابية بالنسبة لأيكم برج العقرب طبعا بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات ومتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تحصلوا على بعض المكاسب تيجي على شكل هبة مساعدة دعم هدية مثلا أو تخططوا لرحلة جديدة أو تحددوا أولويات لميزانيتكم أكثر ممكن تتلقوا هدية أو تقدموا على استثمار ولكن بدون مؤامرات دققوا بالتفاصيل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وطاقتكم عالية جدا لأنه القمر وصل عندكم بإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو ممكن يكون فيه خبر ممتاز جدا يكون بمثابة إشارة أو انطلاقة أو بداية جديدة أو حتى تلميح لشيء لصالحكم فترة نشطة وحماسية ممكن تتلقى جواب تنتظروا أو تبدأ بمشروع يعني كنت تنتظروا على حر من الجمر خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر وصل لبيت المتاعب فعشان هيك زي ما حكينا لظهر الغد لا تتحسن الأجواء يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم خلال هذا اليوم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريحوا وما تعرضوا نفسكم للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة وخففوا من وطيرة عملكم اللي مش ضروري يعني يعملوا بس الضروري وبشكل روتيني ما تحسم أي أمر اليوم ما تنجرف وراء أفكارك السودة والهواجس والأمور الضاغطة يعني حاول قدر الإمكان تشتغل بالأمور الضرورية جدا بوسعكم تعزيز صداقاتكم بشكل كبير خلال هذا اليوم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة اجتماعية سعيدة أهم مش إنه ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة بأي شيء اجتماعي أنتوا بحاجة للنصيحة برضو منتظارك اليوم لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم مش إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة راح تغار على مصالحك وراح تنشط تتحرك ممكن شوي يكون فيه نوع من الحدية أو الغيرة على عملك فعشان هيك شوي بدك تنظم أمورك بشكل جيد صحيح تأثيرات القمر مش مناسبة فعشان هيك يقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تتهور ولا تعصب خلال هذا اليوم وما تتخذ أي قرار ممكن يشوه سمعتك وحاول أنك ما تتدمر وما تكشف أسرارك على مسمع من أحد وأصبر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء